دلوقتي الرقابة الإدارية في خبرنا تمكنت من ضبط مسؤول قسم الملكية والحيازة بالإصلاح الزراعي في محافظة إدى أهلية كان بيتقادة رشوة 24 ألف جنيه من أحد وضعي اليد على قطع أراضي علشان يتم تحرير عقود ملكية لي الرقابة الإدارية في الفترة اللي فاتت قدرت أنها ترجع 500 مليون جنيه من أموال الشعب خلال الشهور الأخيرة كمان الرقابة الإدارية تمكنت من ضبط أصحاب شركة خاصة وردوا مواسير مياه غير متابقة للمواصفات بقيمة 3 مليار جنيه في التجمع الخامس في صفقة كانت في 2007 وكانت الصفقة دي السبب في انقطاع المياه في المنطقة